كشفت بعض المصادر الأعلامية المغربية تفاصيل جلسة المواجهة اللي تمت بين النجم المغري بسعد المجرد والفاتة الفرنسي لورا اللي كانت اتهمته بالاعتداء عليها فلورا اعترفت أمام القاضي إنها طلعت على القتال مع سعد بكامل إرادته لتكمل معه السهرة لكنها تفاجأت فيه عم بيحاول يتحرج فيها بالقوة الأمر اللي نكروا المجرد بشكل كامل وقال أنه كل اللي صار بينهم ما بيتعدى بعض القبولات وما صار فيه علاقة جنسية متكاملة أما لورا فاعترفت إنه بالفعل ما كان عندها مشكلة بمعاشرة المجرد ولكن استخدامه للعنف وللقوة كان أمر جدا مخيف وغريب أما لمجرد فقابل ادعائتها بالنكران وأكد إنها حاولت تبتزه لكسب المال ولو اللي صار ما كان بكامل إرادته فما كانت دخلت الفندق وخرجت منه بكامل أناقطة حسب تعبيره وحسب ما أكدت بعض المصادر العالمية لكن لهلأ ما فيه أي توضيح رسمي حول الموضوع من قبل عائلة المجرد وهيئة الدفاع عنه مبتا علاقة